أعلن سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن عدد المستفيدين من تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس والأماكن المكشوفة في ظهيرة شهري يوليو وأغسطس بلغ أكثر من 150 ألف عامل مشيرا إلى أن البيانات الإحصائية أوضحت الالتزام العالي بقواعد السلامة المهنية وما تتمتع به أطراف الإنتاج في البحرين من حس إنساني وثقافة بأهمية مضامين هذا القرار الوزاري وذكر سعادة الوزير أن نسبة الالتزام بالقرار تجاوزت 98% هذا العام ويعكس ما تتمتع به بيئة العمل في المملكة من معايير سلامة عمالية عالية